ولازم لازم أشيد بكل منظومة النادي الأهلي مش لازم يعني ما كانش أشيد لو كسبوا لو خسروا أقول لا دول كلهم مش كويسين إدارة النادي الأهلي اللي جاب الجهاز فني محترم عامة تداميات كويسة تحديدا في الشتاء مش الصفقات السيف مدرب محترم جدا أنا يعني مبهور بمارسي الكولر إيه الشخصية دي إيه السباد ده إيه الإقناع ده إذا يقنق لعبة النادي الأهلي إن هما ما ينزلوا المباراة مايش خايفين إلعب ما لعبش النهاردة المباراة كلها تحت الكورة كنتم تصور إنه الأهلي النهاردة هيتكهكر جنب الشناوي يوقفوا ويقفلوا وخلاص لأ لعب كورة لعب كورة حلوة وده اللي دايما كنا بنقوله وبالمناسبة يعني الشيء بالشيء يسكر يعني النتائج كبيرة اللي زي دي قدام فرق كبيرة سببها إنك بتلعب معهم كورة فكين لما كنت بقولك قبل كده أيام كالوس كيروش وهكتور كوبر ومدربين كتير كانوا بلعبوا حتى موسماني في مباراة باير مونيخ وكان علينا تقاضيات موسماني في ممات شباير مونيخ وكيروش كان علينا تقاضيات في مباراة السنغال وكوبر كان علينا تقاضيات دايما في كاس العالم لما لعبنا في مدرب يقولك إيه لا يا عم أنا هفضل مدافع التسعين دقيقة وخلص المباراة خسران جول أو اتنين وسلاموا عليكم في مدرب تاني يقولك لا أنا هبقى جريء وهلعب كورة وهلعب وأنا نصيبي يا إما أعمل مباراة كبيرة جدا وسجل واكسب يا إما أخسر بنتيجة هتبقى أكبر من النتيجة اللي كيتممكن تحصل لو بدافع طول المباراة بس في الحالتين بتخسر أنا بحب المدرب أو مش بحب المدرب أنا اللي تنب بالنسبة لي على فكرة بالمناسبة بحترم الفكرين يعني بس عايز الناس تبقى فاهمة ده أو المشجع يبقى فاهم ده هتلعب مباراة مفتوحة قدام منافس زي ريال مدريد زي السنغال زي 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 فأنت غالبا ممكن تستقبل أهداف كتير وممكن برضو تسجل كتير هتلعب مباراة قدام الفرق دايات ودفعت غالبا هتخسر برضو بس النتيجة قليلة عشان كده بقول لجمهين نادي الأهلي النهاردة ما تبصش للنتيجة بص لأداء النادي الأهلي أداء فعلا مشرف كل اللعبين كانوا رعاين نهاردة الهدف الأول الريال مدريد سجله بنيسيوس جونيور في ديئة 42 وبعد كده فالفردي سجل هدف التاني في ديئة الأولى من الشوت التاني علي معلول بعد كده دايق الفارق في ديئة 65 من راكلة جزاء ورودريجو سجل الهدف التالت في ديئة 92 واريباس سجل الهدف الرابع في ديئة 98 خلاص يا كتير المبراخل يعني انت بتخيل 91 ديئة قبل الهدف التالت لريال مدريد لأهلي عمل مباراة كبيرة 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 ورائعة قدام ريال مدريد صلاحيان